السلام عليكم أهلا بكم في درس كلمات جديد ولسه مستمرين في كورس الكلمات مستوى الرابع وإذا ما قلت قبل كده لو أنت مهتم بدراسة الفوكابلري في الأنجلش في متقدمة شوية لو أنت مهتم باختبارات يبقى أنت لازم تتابع الكورس ده زي ما تعودنا ناخد بعض الكلمات نتعرف على التعريف بتاع الكلمة كمان ناخد مثال توضيحي للكلمة دي ولو الكلمة لها أكتر من ميننج أكتر من معنى بنوضح ده علشان ما تقولش على حضراتكم نبدأ على طول أول كلمة معانا النهاردة وهي بانج بانج يعني معناها يقرع صوت مدوي خبط أو ضربة دي معاني كلمة بانج وبانج يعني إنك تعمل صوت عالي مفاجئ وكمان معناها صوت عالي مفاجئ بص كده معاني لالإكزامبل ده He could hear someone banging at the door He could hear someone banging at the door كان يسمع أحدهم يقرع الباب فهنا بانج يعني يقرع نيجي لتاني كلمة وهي بانج يعني ليه بانج هتقول يعني بانج مصرف أقول لك الميننج بتاعنا النهاردة ميننج مختلف عن ده وهو معناها ضفة ضفة النهر معناها بانج الأرض المرتفعة المنحدرة خاصة على طول جوالب النهر لما أقول لك في الإكزامل ده These flowers generally grow on riverbanks and near streams These flowers generally grow in riverbanks and near streams تنمو هذه الأزهار بشكل عام على ضفاف الأنهار وبالقرب من الجداول هنا riverbanks ضفاف الأنهار وستريمز يعني جداول عبارة عن إيه أنهار صغيرة نيجي بعد كده لتالت كلمة وهي banker banker يعني مصرفي someone with an important position in a bank someone with an important position in a bank شخص يشغل منصبا مهما في أحد البنوك كانت مصرفية ناجحة في سن الأربعين الكلمة اللي معنا بعد كده هي بار بار يعني حانة ولكن المينيك بتاعنا هنا النهاردة وهو قضيب معدني أو خشبي بار يعني قضيب من المعدن أو من الخشب a straight stick made of metal عصى مستقيمة مصنوعة من المعدن the gorilla rattled the bars of its cage the gorilla rattled the bars of its cage هزت الغريلة قطبان قفصها فهنا bars of its cage يعني قطبان قفصها فيه كمان برضو عندك إكسيبرشة مهمة وهو behind bars behind bars يعني in prison ده شخص مسجون behind bars يعني in prison في السجن الكلمة اللي معنا بعد كده وهي bear bear يعني عاري bear يعني عاري يعني not covered by clothes or anything not covered by clothes or anything لا تغطيها الملابس أو أي شيء لما أقول don't walk around with your bare feet don't walk around with your bare feet لا تتجول بالخارج وأنت حافي القدمين عاري القدمين الكلمة اللي معنا بعد كده وهي barely بتستخدم بمعنى بالكاد ولكن معناها معنا النهاردة هي فقط only just only just يعني فقط she was barely 15 when she won her first championship كانت في الخامسة عشر من عمرها عندما فازت بأول بطولة له فهنا barely يعني فقط الكلمة اللي معنا بعد كده وهي bargain bargain يعني صفقة إنك تشتري حاجة بسعر قليل اسمها bargain شيء ما يبايع بأقل من سعره المعتاد أو قيمته الحقيقية لما أقول their line regularly offers last minute bookings at bargain prices their line regularly offers last minute bookings at bargain prices تقدم شركة الطيران تقدم شركة الطيران بانتظام حجوزات في اللحظة الأخيرة بأسعار منافسة فينا bargain بأسعار تنافسية أسعار أليلة أقل من سعرها المعتاد نيجي بعد كده لكلمة bark bark معناها لحاء في الشجر لحاء الشجرة ولكن المينيج بتاعنا هنا النهاردة وهو ينبح أو نباح ينبح أو نباح بنستخدم الكلمة دي مع الكلاب إذا نباح الكلب فإنه يصدر أصوات عالية وقصيرة بص بقى للإيجزامبل ده they heard a dog barking outside they heard a dog barking outside سامعوني باحة كلب بالخارج كده النهاردة تعرفنا على بعض الكلمات المهمة تعرفنا على definition التعريب بتاع كل كلمة وكمان خدنا أمثلة بتوضح المعنى بتاع كل كلمة يارب تكون الحلقة عجبتنا وإن شاء الله استنونا في حلقات جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر